كلوس كيروش من النهاردة أعلن رحيله عن منتخب مصر هو عقده ينتهي مع منتخب مصر بمشوار قاس العالم يعني ساعات كان هيكمل خرج يبقى مش مكمل بس الناس كلها النهاردة بتحمل كلوس كيروش كل حاجة موها جماعة قبل ما ييجي الراجل ده احنا كنا فاهمين انا وانت واحنا بنبقى عادين على القهوة بنتكلم مع بعض بنقول احنا ما عندناش جيل يقدر يوصل لبعيد ويحاق انجازات مش ده الجيل بتاع 2006-2002-20010 لما جيه هو جيه الراجل ده جيه قفل الجاب شوية اللي بينك وبين المنتخبات الافريقية الكبيرة قفله شوية بس مش هيقدر يقفله خالص اصلا هو مستحر اصلا هو مستحر النهاردة السنغال مع كل كورة احنا كلنا واحنا بنفرق عالماش نقول ايه يا رب يا رب يا شناوي يا رب يا ياسر يا رب يا ايمن يا الحظ العاسر احنا عم بندعي وبس بندعي وبس ده احنا في كورة انا شفتها في شوت الاول وعطاكت الجميع المصرية كلها احمد فتوح ضغط فالكورة ترقيت لنا قاوت سقفنا سقفنا معاش ان ده الواقع احنا مش عارفين نمسك الكورة هتقول لي لا ما هو دي مشكلة تكلس كيروش هقول لك يا راجل هو الاهل والزمالك في دورة ابطال افريقيا فرج عليهم مع فرق في منتهى الضعف في منتهى الضعف وبيعرفوش يمسكوا الكورة وينقلوا الكورة بشكل كويس واقل الفرق بتضغط على الزمالك والاهل في البطولة الافريقيا هي المشكلة عامة بس عشان احنا اصله فلان ده اعظم لا اعظم مهاجم جفل مش عارف في الايه واصلي ده احسن لا يا بوسط واصلي ده الحريف اصله ده اللي مش عارف بيحط كباري اصله ده اللي احنا بنعد ندحك على نفسينا هنا بس لما بنيجي نلعب في مستويات اخرى بنيكتشف ان احنا كشفنا طيب قطع نشئين محترم في كل الاندية اكاديميات محترمة بتطلع لعيبة قطع نشئين محترم دي عصد بها ايه يلا بقى بجملة الصراح انه مش فلان يجيب من فلان يحطه في النادي عشان هو يعرف من فلان مفيش الكلام ده اللي بيلعب كورة هو اللي بيع فيه لعب كورة زي ما كان زمان في السبعينات والثمينات يروحوا كده الكشفين ينزلوا الحواري والشوارع ومراكز الشباب والاقديم يجيبوا اللعيبة الكشفين والناس تشتغلوا بالطريقة دي لكن يبقى الواحد ما عندوش اي قدرات ويخش يلعب في قطاع نشئين ياخد مكان تاني واحد موهبة ممكن تفيدنا في المستقبل للكورة المصرية فنكتشف ان احنا عندنا نضره في اللاعبين عدد قليل جدا في اللاعبين اللي بنعرف نختار منهم منتخب مصر النهاردة ما عندنا الزهير ايمن النهاردة ما عندنا الزهير ايصر بديل فتوح النهاردة ما عندناش واحد شبه صلاح النهاردة ما عندناش مدفعين النهاردة كل ده كل ده بقول لك ده وانت عارفه وانا عارفه قالوا سكروش مش دفعنا عنه خلاص هو الراجل مش خلصنا يعني عشان بس ايه انا فاهم من الكلام ده ممكن يداي ودايما بطبيعة الحال كل الجماهير اي جمهور كرة في العالم اول حاجة بيحمل فيها الهزيمة هو المدرك فانا متفاهم بس في تكر الجاب كان عامل ازاي الجاب ده دق شوية مع كارلوس كروش بالمناسبة بارح ايطاليا الاتحاد الايطالي لكورد القدم اكد ان روبرتو منشيني الموديل فاني لمنتخب الايطالي مكمل مع المنتخب الايطالي اللي لسه خارج من تصفيات كاس العالم من منتخب مكدونيا الشمالية احنا لو كنا لقيمنا مكدونيا الشمالية كنا كسبناها يعني اكيد مش تبقى اقوى من المنتخب السينغالي ايطاليا بطلة اوروبا قسرت من مكدونيا الشمالية والاتحاد الايطالي ابقى على منشيني ده بالمناسبة ملوش علاقة بالقرار اللي هياخده اتحاد الكورة ممكن اتحاد الكورة يفكر يروح يتفاوض يجدد مع كارلوس كروش ممكن يقولك لا خلاص انا عندي خطة بديلة المهم يبقى في خطة انا مش فارق معايا كارلوس كروش ولا الاسم اللي بعده انا فارق معايا احنا مطلوب من الموديل الفني الجديد لمنتخب مصر يعمل ايه خطة خطة وانا ندركوا المثل بلد عايشة في تطور عظيم جدا في البنية التحتية عشان تعمل مصانع وشركات وعملت كباري وعملت طرق وعملت 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 فانت مش هينفع تعمل منتخب من غير ما يبقى عندك اساس وطريق يوصل للمنتخب الطريق اللي هيوصل للمنتخب ده تفاصيله كتير تفاصيله كتير ممكن نقعد نتكلم فيها حلقات مش هختصرها النهاردة قطع ناشئين واكاديميات وفتح باب احتراف وحاجات جمل انتوا سمعتوها الف مرة سمعتوها الف مرة بس محدش تكلم فيها بشكل علمي عشان غالبا اللي بياخد قرارات في هذا الامر ممكن ما يكونش عارف الاستوب العلمي في ده فيجي واحد يقول فكرة فان نفزها فشلت فيجي واحد تاني يقول فكرة ينفزها فشلت ده لو فيه اصلا فكرة اتنفزت ده لو فيه اصلا فكرة اتنفزت كم مرة بصراحة شديدة يعني كنت عايز تودي ابنك اللعيب اللي عنده موهبة يروح يختبر في نادي ويقولك لا معلش مش هينفع يخش ويبقى بعانيك شايف واحد تاني ابن المدرب ولا ابن عم المدرب ولا قريب المدرب اللي من بعيد هو اللي بيخش يلعب وهو ما بيعرفش حاجة في كرة القدرة كم مرة كم مرة شفتها دي انا كل يوم باسمع حاجات زيك ده كل يوم بتبعت لرسال شباة دي كل يوم بشوف الحاجات دي عين في عين وبشوف مدربين وعارف ناس بتدخل وكل التفاصيل دي من الخسران في الآخر وده منتخم مصر ده منتخم مصر ترجمة نانسي قنقر